لا نقوم بحاجة للمدفع للمبن هروا جميعا أراني الباطري حبة وحدة إذاً لا نقوم بحاجة للمدفع للمدفع أو تجمع الاستمرار أنا انفجري أنني أرى بطل الطائرة أرى اقبت وصل هنا لا أعب يطواتي عام ؟ أريدنا أن أعلق القردون تباة كبيرة لأنني لا أعلم قردون أنا أعبودك أنا أعلم بها ببراكة يطواهك المطابوس سأحدثه عند حتى يعنس في دعوة لا أعتقد مستدفع لأنني عملك أنا أظن في دعوة أنا لقد رأيت المطابوس أنا أطلق لأعينس في الحلقة لأحذر لا أعطي هذا أنا لا أحب ذلك. الشعر تكون محروق دي فلا يجب أن تنحي منه شوية. بالعكس ذلك يتوال كثير. بس أنا شعري لا يتوال شوية. مالك أنت صغيرة أو أزعم عطا. ولا غير كان شباب. لا كان يتوال لك بالخف أو صغر. وأنت عندك هذه المشكلة. شوفي أنا شعري كان يتوال بالخف. كيف أريد أن نكبر و أريد أن نخلط في شعري أصفر. هل ماشي هنحي. فأحبس. وشكو تديري له. بكري كان ما عند الله. حتى فقال ما عندنا فوقه في شعر. إن كانت تعطيني لكي. وعفل بلون وصحب اللون. بدأيت تكسر لي. وبدأ وحبس كتير منذ. فأنت أريد أن أتوال. كيف رأيت أن تنزل القردون؟ ولكنها أبطت شوية. أيمكن تتحدث عن القردون. القردون هو وصح وعن الحبود. وعن يتطيرون ما يشتري يا هو الحبود. أو لا يتتطيرون القردون جمعني. لا أريد أن تتطيرون البلاد لأخت. هي صحية عادة وتقاليدنا إذا حكنا الاسم. قردون. قرد. قردون يا أخي تبرو لهنا قردون. ورخيص في التامن. رخيص جدا. ورخيص جدا. فيه الباراكة. صح صح. فهذا تبدل شعري شوية. لكن مشيز عما بزدد. صح اليوم بهذا الوصفة رح يطوال لك شعرك زهرة. مدابية. إذا المشاهدين بينها فهمتوا الموضوع. الوصفتنا لنهار اليوم هي خاصة بالناس اللي ما يطوال لهم مش شعر. ورح نقول لك على ما يحبس لك ثاني زهرة. إذا المشاهدين من المكونات تعال الوصفة تعالنا. وش عندنا اليوم عندنا نبات السدرة. مهم. ملئ. هي شوم شوكة. يعني وشبالردوا بلكم بسكو فيها الشوك يعني تقدروا تقسوا روحتيكم. يعني نطحنوها شوية. كما نقول في الرحاية الكهربائية كما نرحوها شوية. ومعندي هنا شوية تعزيز الزيتون. سمحي لي فقط يا شاف مقاطعك. نروح. انتي فغيمو إنسانا ومرا بتطبع كما تقولونا في آل. لا في سلمك. كي قلت ورق السدرة. فالورق السدرة يعني من الطابعة والليهم أهمية كبيرة. أكيد. حتى الثمرة. الثمرة. نبق يعني من بين الثمار اللي اللي عندها يعني. فكي قلت ورق السدرة. صح صح. أكيد رح يطوال يعني. أنو هي مجبا مباركة. أكيد يطوال. شوفي بالسدرة هدية فيها يعني واحد الخصائص. ستقيم الدكولة وحتى المركات العالمية يخدمون بها لشامفون. يخدمون بها زيت للشعر. يخدمون بها بزيف حاجات للشعر. لأن الدراسات أثبتت أن الصح عندها سحر غريب. سحر غريب. عندها عدة استعمالات. لكننا سنطرعها اليوم للشعر. للشعر. أخذ الناس. نعم، ليس يطوال شعرهم. إذا قلنا نتعلم الشعر. نرحوها شوية. لانه فيها هذا الكشوك ديالها. ونجيبوا شوية زيتون. وهذا العملية تقدروا تديروا. سوف تقعد البناء أو أنتي ستيتك أمريكي حتى الرجال الطائفة التي تنبذيها يحبون بعض الملكة لا يصدر عن هذه الفراغة سوف تقعد لك لا تفسد مدرسة ونقوم بما أن يكونوا اللعينة واحدة ونضعهم داخل زيت زيتون هكذا فقط نخلطوهم مليح ونخلوها مدة 24 ساعة هي ستتقاعد تحتها البوكال تعنا نخبيوها دائما قبل ما نستحمو وش أنا راح نديرو ناخد شوية من هذيك الزيت وندلكو بها فروة الرأس الآن وش حتقولوني تخلوها بيان شورك يتخدمي في شغل كولا تحبيتها تتباتي بيها ما فيها ريحة أباك ريحة زيت الزيتون لكن كما قولوا لي حب شبح لازم يتحمل شوية هناك حاجة شاف صدراء صحة لكن زيت الزيتون ونسلي سبقا شعرها دائما المشكل العاوث تقول لك أنه شعر يولي في الأورانج هذيك الزيت نقدرون سنستبدلوها لا شوفي نفهمك ما تقدرش تستبدليها لأنه لازم لأسوسياسيون تاع ورق الصدراء مع زيتون كذلك كينا حاجة هذي المشكلة يقول لك أشاك فوى زعمكين استعملوا زيت زيتون تبدلي لأكلها هذي المشكلة ليست بدلوك، لا تبدلوك أعرف بك أشياء الجوية، هذي تبدلي لأن الجوية تستعملتها في السحب اللون فقط هذا مكان يعني مستحيل إلى حقيقة لدرجة السحب اللون عندما كانت جوية تخرجتك في البلاتين ومع ذلك يدوروه مستحيل إذا حاله مشكلة فيك إنتي كينا خلوطة كينا حاجة أنر مال فهمتي كيفاش يعني هذا بش يعرفوا بش يعني لأنه بزيف قولك لنا نخاف ندير الزيت عمرها ما تحول الشعر خاضيها إذا موشهدينا وش كنت أقول لكم ناخدوا الورقة على صدرة بعد ما يكونوا طحنهم دي وفيزيز الزيتون ودائما قبل ما نستحموا أنا لحين دلكوا بهون فروة الرأس دينا مليح مليح مشيء ويشعرنا قلنا فروة الرأس يعني يركزوا معايا علاش لأنه الصدرة هدي وش فيها فيها الكالسيوم فيها المغنيزات وفيها الفوسفور هذة ثلاثة يعني الفيتاميات نحتاجهم كثير من أجل تعزيز بوصيلات فروة الرأس سمعوا ما معنا البوصيلات سيليغاسين هذي هي لماذا يحبس لك لأنه لغاسين تأداوه فهمت لماذا يحبس لك طول وقلما يتأدا لغاسين لبوصيلات الشعر تعني يتأداو يحبس نمو الشعر خلاص ما كاش طاقة تدفع باش الشعر يولي ينمو هذي هي لأنه كل واحد كيف يشخلقه ربي سبحانه وكالي عنده فروة رأس يعني تتحمل وكالي عنده فروة رأس سنسيبل كذلك وكالي يدير سبعة كيميائية تخرجه وكالي يديروا حمورية حكة قشرة يعني كل واحد كيفاش فهمتوا هذية لكن الوصفة هذية راي رايحة تعزيزي لكم قلت لكم بوصيلات فروة رأس وكالي تحت تدفع الشعر باش ينمو وكالي رايحة تطيلوا اللامعان الباريق تملأ الفراغات يعني تطيلوا حتى هذيك الكتافة أما بنسبة للسن على بلقاء تحبوا تقولوا عند البناء تقدروا تديروها للأطفال الصغار وليكم كذلك انتم مالكبار فقط بمكون واحد فقط اللي هو وراق السيدر نطحنوهم ونخلطوهم مع زيت الزيتون راح تولي عندكم خلطة رهيبة جدا من أجل يعني باش تساعدوا نمو الشعر ديركم بطريقة طبيعية وتحصلوا على هذيك الكتافة كذلك الشعر تكون رقيقة يعني مجعدة كذلك راح تولي راح تبرى لأنه الصدر راح تغلف الشعر دينا فبالتالي ما عليكم غير بهذا المكون السحري الرهيب وانتم ما درتوا لا فعل إذن نتمنى أنكم تجربوها وتعرفوا كذلك المفعول لازم لو خلطة طبيعية لازم ندوموا عليها ونصبروا لكن الصدر وزيت الزيتون في 15 يوم تبدأوا تشوفوا المفعول والنتيجة على شعاركم أكيد يعطيكش صحة شافية من الأعشاب المباركة يعني أكيد أكيد طبعا هي حبة البركة راح نطرقوا لي هذي الأعشاب لأنه كاين بزاف يلاحقون يا رسائل زهر يقول لك أنه كل مرة ندخلوا عند العطار نلقاوا عبود بزاف الأعشاب لكن ما نعرفوش صحيح يعني أنا واحدة باكي وزيتنا وحن نشم ونروح نصقصي ولكن ما تنعرفوش وش يديروا بها كامل وولا كيفاش يخلطوهم ولو إن قدروا نستعملوهم ولو وش مو الفائدة تحهم لكن احنا يعني كل مرة راح نفيدوكم ونجيبو لكم عشبة نهضر لكم على الفوائد تحها وبين تقدروا تستعملوها نعم يا تك صحة شافية يسلمك في عبود يسلمك زهرة